رغم عدام رؤيتها وسط أضواء دبي البراقة وناطحات السحاب الحديثة فإن منطقة الشندقة تمثل تاريخا عريقا لمدينة بدأت من الصفر حتى حفرت لنفسها مكانة ثقيلة بين دول العالم لتصبح صاحبة الألقاب القياسية إمارة دبي ذات التراث العريق بكل عبقه تعبر جسر الامتداد بين الجديد والقديم حيث أطلقت الإمارة مشروعا لترميم مواقعها التاريخية في منطقة الشندقة حفاظا على تراثها مبرهنة بأنها لم تحظى بلقبي لؤلؤة الخليج ودانة الدنيا جزافا الهدف من الحفاظ على التراث العمراني لإمارة دبي أن نحافظ على هذا التاريخ من خلال المباني التاريخية القلاع والأبراج والبيوت والمساجد والأسواق القديمة نحافظ على جزء من تاريخ البلد وتاريخ البلد ما في شكل مهم لكل دولة من دول العالم هذا تراثنا، هذه حضارتنا نفتخر فيها أمام العالم تاريخ الشندقة يعود إلى عام 1861 حيث كانت ذات يوم مقرا للشيوخ الذين أستسوها والآن بدأت عمليات الترميم لبيوتهم ومساجدهم وأسواقهم لتصبح مراكز ثقافية وتاريخية تزخر بها إمارة دبي فالهدف من الترميم هو التمكن من إدراج مباني الشندقة التاريخية في لائحة المواقع التراثية العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة يونسكو عند اكتمال أعمال الترميم عام 2018 مهم عنا نحن أن نحن نيب المتيريالز اللي كان قديم موجود فمثلا حد بناء الجدران نحن نستخدم الكورلستون اللي هو الحجر المرجاني اللي هو نحن نيبا من اليمن ويالجبس يمنوصل الصقف عنا الشندل اللي هو من زنجبار في عنا الحصير، الدعون، الصاروج كفينيشينج فالمتيريال لازم يكون نفس اللي كان قبل عشان يعطيش نفس الإحساس، نفس الفيلينج مشروع ترميم الشندقة يأتي في إطار مبادرة معمارية أكبر للحفاظ على التراث الإماراتي بدأت مطلع تسعينيات القرن الماضي حيث يأمل الفريق المسؤول عن هذا المشروع أن يجذب الموقع التاريخي زوارا من أنحاء المعمورة